موسيقى موسيقى في الجنوب تزمط مع الرئيسي لك هو تشي قريعي لك شغلة الوضع العام يوحي بأنه لا رئيس حتى اجتماعات اللجنة الخمسية كانت مبتورة بمطرح أنه هناك عدم حوار بين أعضاء اللجنة حتى الجهد الدولي إذا عم ينصب من خلال سفرة يعني ما في جهد حقيقي وقت شوف وزراء خارجية تحركوا أو مندوبين للدول تحركوا بيكون هيك كل شي عم يجي من برا وكل الاجتماعات اللي عم تعقد برا تفضي إلى شاء واحد طرورة تطبيق القرار 1701 ومنع امتداد الحرب ما بقى حداً عم يحكي عن موضوع الرئاسي بأي شكل من الأشكال حتى اليوم لحكي شو اليوم يلي طالع أنه هناك جهد يعني 1701 وأقل يعني القبول بحزب الله بعناصر عادية لحزب الله يبقى الوضع كما هو مع فرقة الرضوان على بعد 8 أو 6 أو 7 كيلومتر مش كتير مهتمين على أداء بعيدة ويدخل الجيش اللبناني بـ 12 ألف عسكري ويجري تمويل لقدرة لبنان ليصبح لبنان قادر على أنه يبعث الجيش بـ 12 ألف عسكري على الحدود أما الموضوع الرئاسي فلا أحد يتكلم فيه راح الوفد اللبناني الوفد النيابي اللي راحوا هن يعني على أمريكا على واشنطن وكان فيه ناس حضروا الـ National Prayer وناس حضروا ورحوا عملوا لقاءات وكان فيه يعني نواب على يعني على قيمة عالية نايم رئيس مجلس النواب ونواب معه نعم نايم رئيس مجلس النواب والفرقة والمجموعة اللي معه طبعا والفرقة مش حلوة سمعوا كلام كتير واضح أنه ضرورة تطبيق القرار 1701 وضرورة انتخاب رئيس يعني اجت بمرحلة تانية من الحديث بدون ضغط كافي حتى يعني أنا عرفت معلومات وقتها شافوا باربرا اللي فقلتلهم بوضوح فهمتهم للوفد اللبناني أنه نحن مع إسرائيل نحن نبحث حلول لحتى ما يقع لبنان بحرب أوسع وكانوا نواضحين بهذا الموضوع هلأ الحكاية اللي سبق أنه هن مع 1701 بلوس هل عم يتم التراجع عنه حاليا وسيكتفون بتطبيق 1701 بأي شكل من أشكال لإعادة الهدوء على الجبهة الشمالية طبع إسرائيل والجنوبية عند لبنان نعم أستاذ عباس متفائل بإمكانية حصول خارج وهل صحيح أنه مساعي الليجنة الخمسية استضمت بجدار الرئيس بري أول شيء أنا خلينا بلاش أنه موافق مع الأستاذ ربيع بالتحكي دايما هو بيحكي صح هلا بكتجربه ما توافق لا هو بيحكي صح دايما بدي وافق يلا عم تمرق لو التمريقة هيرجع يوافق بعد الحكي اليوم الأمريكي عن جد أكتر واقعية من أي دولة أخرى بالتعامل مع موضوع الحدود اللبنانية الجنوبية هلأ بنحكي بالتفصيل شو اللي صحيح وقصنا معه فياً قبل نجع من بموضوع الرئاسة اللي بيّن بآخر فترة آخر أسابيع هي الاندفاع السعودي بالدرجة الأولى السعودية يلي عم تعمل الدفاع بالأقليم أولا باتجاه بين وبين الإيرانيين وماشي التوافق والحوار ويفضي إلى نتائج عماليني على أرض الواقع تانيا الاندفاع اللي حصلت السعودية باتجاه سوريا جابوا فريق دبلوماسي فني وبلشوا يشتغلوا من فندق بانتظار دخل الصفارة ويبدو أن هناك زيارة حسب معلوماتي مرتقبة لشخصية سعودية أساسية ما بعرف إذا بيكون ولي العهد أو حدا من المملكة أو وزير خارجي إلى دمشق في الأسابيع المقبلة لواء علي المملوك أحضر لك بيضال موضوع لبنان موضوع لبنان اليوم في تغيير بالنهج السعودي بالتعاطي مع لبنان كان لبنان موضوع كليا على الرف بالنسبة للسعودية بالقاون الأخيرة شفنا حركة السفير السعودي في بيروت كانت حركة إيجابية موفقة دور يتطلع إليها اللبنانيون يعني مش بس السعودية هي اللبناني اليوم بدوا أن السعودية تأخذ دور لأنه ثقل السعودي من اللجنة الخماسية كان هو الدور السعودي شفنا السفير السعودي عمل لقاءات ثنائية شفناه بعين التيني أول مرة والتاني مرة قبل الوفد ما يوصل كان عنده لقاء مع رئيس بيري وكان فيه رسالة إيجابية أن السعودية ما رح تحط فيتو على حدا لم نرؤسة ولا حتى القوى السياسية أنا برأيي هذا التعامل تعاطي مع الملف اللبناني بلش يعمل شي سعوديا بس مش معناته راحوا للآخر انتخاب رئيس بأدار هلأ هيدا المواعيد أنا ما بوافي حتى لو نقل عن هذا ما بعرف إذا قال هو عن جد بس أنا اللي بعرفه فيه نية سعودية جدية إيجابية لمساعدة لبنان بالموضوع السياسي بدرجة الله بشعب تصطدم استضام من نوعين أول نوع اللي هو الأساسي أنه المنطقة أو بالأحرى اللي حصل بحرب غزة وتداعيات على جنوب اللبناني بعد مدفك فكت عقدها وبالتالي كل ما هو منتظر حتى الفرنزي كان عند يقول مبارح لازم تعملوا رئيس لتواتبو المرحلة فبالتالي يعني المرحلة الإقليمية بعد انتهاء حرب غزة في مشهد آخر لبنان معني فيه في هيدا ما توضح بعد هيدا أول مطب تاني مطب هو مواقف مواقف القوى السياسية اللبنانية بحاجة كمان لفك فكت العقاد القوى السياسية اللبنانية بعدها عم تراوح ما كان ناطرة المشهد الأقليمي أكثر لأجل هيك القوات اللبنانية الحزب التقدم الإشراكي يبعثوا على السعودية ليشوفوا شو الجو العام شو في تفصيل شو منتظرنا لحتى يبنوا على شيء مقتبع أنا شايف المرحلة المقبلة الإيجابية رح تكون على الأقل بالتعاطي العربي مع الملف اللبناني بعد هيدا الجمود لمتد لأشهر طويلة ناطرين الجنوب ناطرين غزة من هونيك تبلش الحل نعم بتوافقوا استاذ ربنا بوافقوا على كل شيء إلا ناطرين جنوب ناطرين غزة ناطرين غزة ناطرين جنوب لبدا يجي جنوب لوحده يعني سفيس سعودي معم بيفوت بعملية الأسماء بس عم يدحكى عن الخيار الثالث وهم يدحط وصفين الخيار الثالث اليوم الطبيعي هو العماد جوزيف عون هلا ممكن يتغير بس هلا الخيار الثالث المتوفر هو العماد جوزيف عون صح ما بارف إذا الخيار الثاني العماد جوزيف عون أو الخيار الثالث ولكن يبقى الخيار الثاني جاد أزعور والأول السامي فرجية الثالث العماد جوزيف عون المنطقي عم دول أكيد ما عم نحصل به ثلاث أسماء نعم يعني أنا أستبعد أستبعد إنه إذا بدي يصير في تسوية رئيسية أن تكون من ضمن الأسماء الحالية حتى تسوية رئيسية هي بحاجة لشغلتان إما أنه ينكسر فريق داخلي وبالواقع ما في فريق هلأ بينكسر بسبب التوازنات داخل المجلس النواب أو أنه نروح على تغيير شامل بالمنطقة يعني يصير في حرب ونروح على تغيير شامل أنا اللي بقوله يعني بهيدا المطرح أنه المرجح أكثر أنه ما يصير فيه هلأ انتخاب رئيس يبقى الموضوع معلق حتى نروح على انتخابات نيابية جديدة بالألفين وستوى عشي هالمجلس ما رح يتخيل رئيس الجمهور بصعوبة كتير لأنه في توازنات والتفتيت داخل المجلس لم يسبق لهم مثيل يعني حتى التغييريين يلي كان مفروض مثلا يتقاطعوا مع الفريق يلي اختار جهد أزعور بتلاقيهم ما تقاطعوا معه وراحهم يتشافه منشان هيك اليوم يحكى عن شو يحكى عن لا تسوية قبل مجلس جديد يعيد تسوية الوضع داخل مجلس جديد بالمالطقة قلتو تشتغلوا أحصائت سوسها حضرتك سيسر بيا مجلس جديد يعني الأرجح تجي النتيجة ممثلة يعني ما تغير كتير بل تغير أنا برأيي تغير المجلس جديد لألك بزا اليوم صار في انتخابات نيابية اليوم نعم نتيجة بتجي مختلفة عن آخر انتخابات أكيد رح قلك بشو كيف لصالح مين لصالح مفروض لصالح الفريق الممانعة ليه لصالح فريق الممانعة نعم لأنه في عندك مقاعد كتير رح يخسروه التغيريين يلي نحن اليوم عم ننساها أنه في عندك 12 مقعد أوكي بس إذا خصوك تغيرين ضرور يروحوا لفريق الممانعة ممكن يروحوا لهون وممكن يروحوا لهون ولكن بد يصير فيه غلبة لفريق على الثاني بفعل 12 مقعد ما بعرف التغيريين قد يبردوا مقعد اتنين ثلاثة أنا بستبعد يردوا أكتر من مقعدين أو ثلاثة بكل المشهد منشان هيك رح بتشوف كتلة وزنة بقبلها كتلة أصغر كتلة أكترية وكتلة أقلية هذا يلي بده يخلي يصير فيه انتخاب أسهل لرئيس جمهورية ولكن بالواقع الموجود هلأ استبعد أي شكل من أشكال التسميات العمار جوزيف عون أكيد اسم مطروح وتزكى اسمه بعد التمديد لقلو يلي صار بمجلس النواب من شهر تقريبا ولكن كمان ليس هناك نضوج لفكرة انتخاب العمار جوزيف عون بسبب معارضة حزب الله يلي كلنا منعرف أنه حزب الله يعارض وصول العمار جوزيف عون معارض التيار الوطني الحر لوصول العمار جوزيف عون وبالتالي تمسك الصناء الشيعي بوزير السابق سليمين الفرنجية للرئاسة منشان هيك اليوم بعد الأمور كتير مستبعدة التقاطع على جهد أزعور أنا برأيي بطل ماشي سقط من زمان وتغير بعتقد حتى جهد أزعور بطل سوى باقي لحديد جلسة جديدة وتغير بالنحية المبدئية أقل له باقي أقل له باقي بالنحية المبدئية معك ولكن نحن أمام اليوم انتظار لما ستقول إليه حرب غزة وما بعرف قديش رح بتضل حرب غزة حتى يظهر فيها الخيط الأبيض من الخيط الأسود حتى ذلك الحين لا كلام لا عن رئاسة ولا عن أي استحقاق دستوري نحن نطري يعني حصل الكلمة الجوهرية اسمح لي الألأسس ربيع بالآخر قبل ما يطضح المشهد بحرب غزة وبعدين الجنوب ما فينا نحكي شي ليه قبل سبعة شرين ما كانت الأمور رئيسيا يعني ماشي وما كان في سبعة شرين وهلأ ماشي بس اليوم في مشهد أقليمي جديد سيداني اليوم بعد حرب غزة في مشهد أقليمي مختلف شوف بلاش يرسم لوحاته السعودي الإيراني أكيد ماشي مع بعض ومشو ما كانت النتائج حتى الإيراني اليوم حتى الإيراني رغم كل اللي عم تشوفوا قواعد الاشتباك والحرب بالوكالة مع الأمريكيين عبر القوى الحليفة لأله ولكن الإيراني بالنسبة للأمريكي صار إلى حد ما طرف موثوق فيه بالأقليم يعني هو ما بادر لحرب هو بالمباشر حتى بالعكس فيه ممكن عم بيساعد خليني أقولها بشكل صريحا بيساعد المفاوضات مع الأمريكان من شان تكمل تفيك تسأل العمانيين عن هذا الدور اللي عبوه تسأل العراقيين بتلاقي أنه لأ في خط ماشي تسوي مشروع تسوي كبير ولو بعد حين بدوا يتمموا الإيراني والأمريكي بدوا يقول أنا بعد حرب غزة نحن وغيرنا بالأقليم بدنا نتأثر كيف نتأثر في موازين قوة بالداخل اللبناني سواء حصلت الانتخابات أو نطرنا للانتخابات مثل معبول أستاذ ربيع وربما هذا الشيء كتير وارد أو حصلت الانتخابات الرئاسي هلأ بثلاثة أربعة شهر خمسة شهر ستة شهر قبل الانتخابات النيابية كيف لما موازين القوى الداخلية اللبنانية بتلاقي فريق أو فريقان غيروا بتكتيكاتهم السياسية أو بمواقفهم أو بقراراتهم مقاربتهم لانتخابات رئاسة الجمهورية بتغير المشهد عنها يعني يلي صار بالانتخابات الماضية بسنة 2016 خلى أول شيء رئيس الحريري طيال المستقبل يمشي مع العماد عنق القوات اللبنانية مشوا مع العماد عنق وصار رئيس الجمهورية مين كان آي الوقت أن القوات بيمشوا سيدة ممكن مين كان آي الوقت مين كان آي الوقت مين كان بالسياسة اللبنانية كله بالسياسة اللبنانية كله بيتكرر طلع الشجر ولكن اليوم المواقف يعني العالية الثقف عند الكل يعني خلت الناس تتموضح وأنا بستبعد يصير أي تسوية هيك لأنه الكل صاروا أسرى مواقفهم نحن بحاجة لتغيير كبير بالمنطقة وحيد الآخر يمكن يغير هو حسب الله هو اللي يغير الباقيين معه طب إذا اليوم الحزب التقدم الشراك اللقاء الديمقراطي أخذ موقف مثل اللي ما شي فيه هلا إذا كو إذا الطيار الوطني الحر اليوم أمن الجلسي ومنتخب إذا النوابس كتلة نوابس السنة مشوا اليوم بخيار الحزب التقدم الإشراكي إذا كان جو السعودية بهذا الإطار طب أنت بصير عم تحكي وضل سلامان فرنجي مرسح مرحش لرئاسة الجمهورية صلت عم تحكي بأرقام فوق ستين سبعة وستين وستين بشيك ولا لا أستاذ ربيع بس بيدفعوا حق كلهم بالانتخابات النيادية بعدين بس ٢٠٢ وعشرين طيار مثلا في عنده كلام بيقول أنه نحن رح ندفع حق بالانتخابات بعدين أنا ممكن إلى حد ما تعمل مقارن لهذا المشهد بهذا النسب بس إذا بيكون في جو إقليمي ودولي ووعود لبعدين ومشهد عم يتركب بكل المنطقة اللبناني أكيد رح يمشي معهم مش رح يشاكس من يشاكس يا استاذ داني يكون عم يكرر نسبيا مرحل تسعينات من يومين مثلا للأم تي في إنه إذا اللجنة الخمسية بدأ السلامية فلجية تجد من ما عنده لقد لن يستطيع أحد تأمين غطى مسيحي حتى الساعة والمعطيات اليوم تأمين غطى مسيحي لسلامية أخشى إنه نكون قد نكون نكرر نكرر ما حصل مع بعض الطائف بيحمل بعض الطائف بعض الطائف من قبل الطائف وبعض الطائف سنتين قبل وسنتين بعد يحمل جبران بسير وسمي جعجع يغير موقفون أنا لحد هلأ مبين أنه ما رح يغير موقفون بس ممكن يعملوا تسهلات شو اللي بيمنع بعدين تيار الواطن الحر تكت ولربا معمول لهلأ مش وارد حتى تكون دقيقة يكون في عدد من نوابه رح بخيار يأمنوا نصاب أو جزء منهن يشاركوا يأمنوا نصاب تتأمن في حال كان الاختراع للعمل جوزيف ساعة جزء من التكتل ممكن يأمن نصاب صعب لا تستبعد في شيء ممكن بالسياسي في لبنان أنا لا أستبعد شيء في لبنان من نام على موقف نلاقي بكرة تبرير والجمهور يمشي بعد فترة هلأ كل الخيارات وردي وكل الخيارات مستبعد نحن عم نحكي بالتحليل الممكن أنا ميال أكتر لوجهة النظر عم يحكي فيها أستاذ ربيع أنه من هنا الانتخابات النيابية ما في مؤشرات أنه في انتخاب رئيس جمهورية وأنا ميال ميال ولكن كمان يعني النائب ألعون ثم النائب سيمون أبي رامية رشح نائب رهيب كنعا هل ممكن هذا الشيح نظر بموقفوا بين خيارين سيمفرجية واجدفعون يروح على خيار الثالث أو خيار الثالث بالنسبة لأله أسوأ من الأول لا أقول لك مثلا ترشيح نائب إبراهيم كنعان ترشيح طبيعي والبطرك الراعي كان يذكر اسمه للنائب إبراهيم كنعان ويمكن إبراهيم كنعان قد يشكل تسوي وهناك أسماء كثيرة مطروحة أنه أفضل تسوي أهو برأيك إبراهيم كنعان أفضل لأله أو جزفعون صنافاجية لا أكيد بيظل إبراهيم كنعان لأهو ماكتسأل جبران بسير إذا تحكي بهذه المساحة بس عذرا إذا تحكي بهذه المساحة يعني أنه حدا مرشح من تكتل لبناء القوي طبعا نائب إبراهيم كنعان هو مرشح من الأساس بقاس الجمهوري نائب ألعون نواب آخرين بيعتبروا أنه مرشح أو بيرشحوا وأنا عمل لك نحن كمحلين ما اعتبروا مرشح طبيعي مش من هلأ من أول مشارك بالحياة السياسية ولكن النائب جبران بسير ما بيقبل فيه وهذه الواقعية وفي جزء كبير ساعته ما بيمشوا بهذا الخيار لأجل هيك إذا بدون يروحوا على خيار تسوي وبيكون من داخل التكتل بروحوا على حدا منه حزبي يعني هون بيتقدم مثلا حزوز النائب فريد البستاني فريد البستاني هو عنده وخوصا هلأ عنده أدرة اقتصادية ومالية يعني أكتر وعنده على قد دولي أكتر فهون بيصير حزوزه أكتر من نائب إبراهيم كان عنه دون أن يكون أنه والله حزوز معدومي لإبراهيم كان عنه بس نحن نحن نحكي إذا كان ضمن التكتل هلأ ما فيك تحكي ضمن التكتل بسيق العام إذا كان ممكن اليوم فعلية المين مرشح جبران بسيل جبران بسيل لا أنا مقول هك اليوم لألك مرشح جبران بسيل لواء البيسري لواء البيسري لا يعترض عليها أحد إلا القوات اللبنانية بمطرح ما عندهم تحفظ على اسمه قد يكون قابل للتغيير قد يكون قابل للتغيير لأنه ما فيها المواجهة بين القوات اللبنانية واللواء البيسري يعني معارضة الدكتور سامير جعج على اللواء البيسري هي معارضة مبدئية أنه بده شخص بمواصفات أخرى ولكن اليوم على شو عم بفتشه اليوم عم بفتشه على مواصفات المرحلة اللي يحطوا مواصفات الرئيس مش مواصفات الرئيس هي البدا هي البدا تطغى ولكن أنا بضل بقول دايما أنه الخلفات الداخلية اليوم عنا أكبر كتير من الاتفاقات الخارجية وصلح لأزغلطان يا أستاذ عباس وأستاذ داني أنت بتعرف مضبوط كيف اللعبة السياسية اليوم وصلنا لمطرح نحن شبهين جدا بما جرى سنة 88 وقتا استلم الرئيس عون حكومة العسكريين نحن اليوم وصلنا على قاب قوسين أو أدنى لطلاق بين اللبنانيين وقتا بيطلع البترك الراعي وبيقول أنه عم تدفشونا أنه عم بتفرجونا أنه بدكن رئيس أو بدكن تعملوا بلد من طايفة أخرى وكان حكيه كتير واقف يوم الأحد ما عرفت أنا كيف ما طلع ردود فعل على كلامه قال أنه التعينات عم بتكون من لون واحد وكأننا رايحين على حكم ديني ومذهبة بنا نصير بحكم ديني ومذهبة هل قد صار في طلاق بين اللبنانيين يؤدي إلى قد يؤدي إلى عدم القبول بالحلول المقبولة وحتى المشاريع المشاريع الفيدرالية ويعني تعليت التأس للصوت على مواضيع التقسيم والفرقة يعني بد بد معالجة جزرية اليوم باحترام الآخر وقبول الآخر فحين اليوم في عنا مشكلة وأكيد ما حدا ما بده انتخاب رئيسي الجمهورية المشكلة هنا أنا خلينا على أول موضوع نائب جبران باسيل تراجماتي أزكى من أنه ما يتعامل مع الواقع السياسي الأقليمي خصوصا إذن أعطوه شي بالمقابل هو كان رفع شعار اللامركزية والصندوق السيادي اللامركزية عن جد فعلا هو موضوع اليوم يناقش جامعة الكاسليك تناقشه اليوم ضمن دراسة بحسية عظيمة وبالتالي يناقش من كله يعني منه خط ما في عليه يعني منه موضوع تبوه هذا غير والناس بتخلط بين الفيدرالية والتقسيم وبين اللامركزية اللامركزية هو موجود أساسا بالطائف صحيح بعض اللامركزية خجلنين يطرح هذا موضوع خاضع للنقاش وبالتالي اللامركزية يعني أصدي كعنوان طرحه جبران باسيل بيخطو بيعطو معه ومنه موضوع أنه خلص بالعدم بمعنى بدوله أنه يمكن تنامي أساس داني يوم تلاقي أنه نائب جبران باسيل عنده مكاسب بالسياسة ويستطيع أن يبررها للرأي العام ولا تكتله ويمشي بخيار سياسي ما ما عم بيحكي أنا شخص سليمانة فرنجية أو إكس من المرشحين أو العماد جوزيف عون أو محفظ قبل الكن سواء تقول براكماتي يعني كانك عم تقول بيعمل تسويات بيبيعه وبيشتري النائب جبران باسيل يعرف كيف يحصد بالسياسة أما الدكتور سمير جعجع والقوات تعرف كيف تزرع ولا تعرف كيف تحصد وهي ما قلت أنا من زمان بيزرعوا بشكل صحيح بيعرفوا يزرعوا بشكل صحيح بالسياسة بس بالنتائج دايما الدكتور جعجع لا يصير لا يصير قلت لك كيف أصاب سمير جعجع ما عمل عشرين نايم يعني ما بدك وترجمتهم يا أستاذ ربيع والأول شعبية أنا برأيي بعض عندهم انتخابات بيتقدموا أكتر وبيصير في عندهم قدرة داخلية أكتر بس إن شاء الله نوصل على اليوم ما زال عم نحط فرادية إجراء انتخابات اليوم اليوم القوات أقوى مما كانوا عليه بإخير انتخابات زادت شعبيتون شوية بعدنا بنفس الجو يلي كان سنة 2022 مع تسجيل فارق واحد هو إنه التغييريين عم يضمحلوا ومش موجودين تبس كمان إذا حزب الله الطيارات الحرب ما كانوا بيتحالف شو بيصير بالطيار بدوا يكلب بعد التمناط يعني رح يكلب بزحلة ورح يكلب اللي بقى على الغرب ورح يكلب بيروت التاني ورح يكلب عدة مطارح يعني سيفقد الطيار الوطني الحر العديد من المقاعد وهو دي أنا ما عم بحكي عنه أنا عم بحكي عن شعبية الطيار كطيار بس إذا بكتشي ترجع تقرشهم بالنواب أكيد سيفقد الطيار الوطني الحر العديد من مقاعده ولكن بالعودة اللي كان عم يحكي استاذ عباس نحن يعني أمام مرحلة أنا بعتقد ما فيها تسويات يعني من المبكر البحث عن الحديث عن أي تسوية ما لم تتضح ماذا سيجري بغزة أولا والطيار الوطني الحر أنا برأيي والدكتور سامير جعجع القوات اللبنانية والكتائب اللبنانية مش بيوارد البحث عن شي تقنة حل تقنة أياما الرئيسي جميل وقت كان رئيسي جمهورية ببعبدة بروح دكتور إلي سالم كان وزير خارجية بجيب دكتور بالعلوم السياسية لقياه يلاقي مخرج دستوري للأزمة اللبنانية كان وقت على الأصف ببعبد بسوق الغرب ومعارك وهجومات بيطلع هيدا الدكتور هناك مرة بيركن بدي شوف والرئيس بدي قالوله شوف فيه يعني كان فيه وضع خطر وما حدا فضيله قالوا لقايت الحل حل دستوري وعطاهم فكرة قالوله يا حبيبي بلبنان القصة أكبر من هيك بكتير قصة إقليمية مش القصة دستورية ونحن بقصة إقليمية طويلة عريضة تزيد تعقيدا تزيد تعقيدا ونحن أمام المزيد من التعقيد أكان على عدة مستويات ومن يحيى اللي الوضع النقدي اليوم أصبح مريح أكثر للبنانيين والأمن مستقر لحتى قادرين نستمر بهذه الدولة وبعض الناس بتشوفها على الطرقات وبتشوف السيارات ماشي ومندور منحضر لأنه فيه جنريتور عم بيطلع كهرباء من عشية تبقى اليوم هذه النقطة أنا بوفق فيها أنه فعلا هو نحن نطري الأقليم بس أنا أبني اليوم إذا صار وأنا بلشت أنه هذه المشهد الأقليمي والاندفاع السعودية نحن معنيين فيها يا أساس داني ما فينا اليوم نحن نشاكس الأقليم إذا مشي بإطار التسوية عم بحكي بعض غزة ما فينا نشاكس للأمريكاني معلش أنا ما بدي أحكي لوجدانيات ولميثاليات نحن اللبنانيين علمتنا التجربة لا فينا نشاكس الأمريكان والسعودية والإيرانية والسوريين والمنطقة إذا هني اتفقوا أنه يحلوا الأزمة في لبنان لأنه بيمونوا كتير بيمونوا كتير عنا كل القوى السياسية عنا عند إما تحالف أو تعاطف أو موني مباشرة أو مصالح أو بدك يا سمي أنا قلت لك تعاطف قلت لك مصالح فبالتالي لما يكون فيه قرار إقليمي دولي بحل الأزمة في لبنان نحن مثل الشاطرين ورحنا على الدوحة لأينا حل في لبنان ممكن يترجم رئيسيا بالحسابات الربح والإخسارة مشهد بعض غزة غير مقابل غزة فعلا سيترجم سنكون لبنان في مكان آخر بس تصديقا لكلامك بـ 88 رفضوا وقتلعوا عب كركي الحلول قالوا لهم خيل الظاهر أو الفوضى أني بلشت الفوضى بس دفعوا حقه العماد عون بسنة التسعين بـ 13 وراح على المنفى والدكتور سامير جعجع دفع حقه بالـ 94 بسجن 11 سنة لأنه ما قبلوا بمخيل الظاهر مش لأنه قتلوا بعضهم وتخانقوا لأنه ما قبلوا بمخيل الظاهر واليوم مثل ما عم بتقول أنه ليس هناك من تسوية دولية تفرض يلي بس يصير في تسوية دولية كبيرة وبتفرض يلي ما بفوت بالحل بيطلع مرة بدي أرجع لموضوع الطرح التقسيمي أو الطرح الفيدرالي اليوم إذا نعمل إصطلاع الرأي ممارك إذا شغله بس أكيد عندك تصور إذا نعمل إصطلاع الرأي تحديدا لدى المسيحيين داي بتطلع النسبة مع الفيدرالية وضد الفيدرالية برأيك لألك المسيحيين مع على الأقل إيجاد إدارة ذاتية إذا ما عم نقول حكم ذاتي أو شكل من أشكال الفيدرالية ولكن يدغضغ مشاعر المسيحيين أنه يكون هني بيدفعوا ضريبهم وهني بيصرفوا ضريبهم المجبات هذا أزعى مبسط الأمر عند الطرف الآخر عند المسلمين لا يدغضغون هذا الشعور لا وما بعرف إذا وفقنا استاذ عباس لأنه هني مستفدين من واقع الحال هني مستفدين من واقع الحال هني عندهم القرار السياسي وهني صار عندهم جزء الأكبر من القرار المالي ومن القرار التنموي ومن قرار إدارة طايفة اللي ينتمي للأستاذ طبعا يعني مع الاحترام الشديد لكل اللبنانيين نحن في لبنان عن جد عندنا خلاف مبدأة على إدارة هذه الدولة نحن كيف بدنا ننمي هذه الدولة إذا نحن مختلفين إذا واحد بيتهم التاني ما بدي أدفع شوف كل يوم شو بين حكا ما بدي أدفع ضريب وغير يستفيد منها أنا بدي أدفع ضريب وبدأ أنا أستفيد منها مش هيدا مختصر الحديث يلي عم نسمعه أنا برأيي ما يزيد عن السبعين بالمئة من المسيحيين يريدون أنه يصير فيه شكل من أشكال الفيدرالية ويرغبون بأنه يصير فيه شكل من أشكال اللامركزية الإدارية بدليل أنه رئيس طيار الوطن الحر يطالب باللامركزية الإدارية الدكتور جعجع مثل حديثه اليوم مثل بحديثه بيوم المقاوة مثل تسعة وتمانين مثل حديثه بكرة رح بيطالب بالفيدرالية وبيقول أنه أكثر الحرول وأبسط الحرول هي الفيدرالية منظل كلنا بدولة موحدة وفيها جيش موحد بس كل واحد عنده دولته صغيرة من ضمن دولة كبرى وما بعرف إذا الحزب التقدم الاشتراكي وواليد جنبلاط يعني يمكن هو يعني لا يظهر رغبة ولكن أكيد يظهر رغبة باللامركزي الإدارية طبعا لأنه اختبر الإدارة المدنية وعرف كيف نقمع مناطقه بخلال مرحلة أصعب مراحل يعني تاريخ لبنان كانت تجيب نيش حق المائيا طبعا 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 وطلع شوف شوفوا على كيف أنه مرتبينه مزدهرينه إلى آخره والنظافة والكهرباء وزبطين المنطقة مزبوط يعني يمكن يكون أفضل حل أنا بس بدي أعطيك مثل كهرباء تزحلي مثلا لا عندهم كهرباء لأنه نظام لمركزي لأنه قادر ياخد يغطي حاله بالأنون ويلتش كهرباء بزحلة ويبيع كل مشاريع المركزية طبعا هذا الموضوع موضوع حساس لو نرجع بالتاريخ منذ تأسيس الكيان إعلان دولة لبنان الكبير لهلأ فيه خطاب كان ينادي بالتقسي بعتبر هذا الخطاب كان أقوى قبل الاستقلال وكان أقوى وكان الرئيس كاميل شمعون بالخمسينات وكان أقوى مع الجبهة الجبهة الليبنانية أنا ذاك وكان أقوى بالخمسة وسبعين وكان أقوى أول التسعين وبالتالي اليوم من أقوى من هذه الفترة ليش ما مشهم الحل على المستوى موضوع الجغرافي والنظر للوطن هو بشعار الرئيس بشير اللي جميل 10452 كيلو متر ربع دون ذلك ما بيركب البلد والدليل على ذلك كل المنظرين اللي كانوا موجودين حد الرئيس بشير اللي جميل أنا ذاك بس كان بديوصل على رئاسة الجمهورية ما عد أخذ بأراء التقسيمية وترجعوا للكتب بالتاريخ اليوم ما عد أخذ بأراء التقسيمية حتى أن الرئيس سلايمان فرنجي الجد كان هو بالجبهة وكان ينادي بهذا الموضوع بعد فترة راح ندمج بإطار العروبة ونهائية الكيان أنا بعتبر نهائية الكيان اللبناني هي نهائية لا يمكن البحث فيها لأنه بتخذنا على محل ما قادر ولا طرف اللبناني يتحمله أنا إذا بدك تحسبني اليوم تصنفني بالبعد والطائف الذي أنتم إليه لا أستطيع ولا أرغب ولا أتمنى ولن أفعل أن أعيش في بلد لا يكون فيه شراكة مع المسيحيين لأنه بعتبر هذا البلد هو غناء بهذه الشراكة إذا بتسمح لي النقطة الثانية اللي هي موضوع الفدرالي أنا بعتبر التقسيم والفدرالي وكل هذه الشعرات ما بتركب البلد أساساً ما في مزاج شعبي حتى عند المسيحيين يعني المسيحيين لما تحزى المحزوزية صحيح برفعوا بعض شعرات ردة فعل وخطاب عالي لما تحزى المحزوزية بيكونوا هني أول الناس عم يدفعون هذا البلد تحكيني باللمركزية بقل لك شو تاني لمركزية اللي أقرت بالطائف صحيح ما تطبقت بقانون دستوري بس ولكنها أقرت بالطائف كل الخلاف اليوم مش بموضوع اللامركزي اللي هي شبهة بأنون البلديات الفرق أنه أنون البلديات اليوم في بعض البلديات مأسرة أو لأنه في رقابة من القائم مقامين والمحافظين على أعمالها اللامركزية الإدارية بتمشي بهذا البلد بيتفق عليها أما المالية في خلاف الموضوع المالي أنه مش مذكورة البعض مثل يعني اللي خبرت دستور مثلا الوزير بارود بيقوله أنه طبيعي تحصيل حاصل لا يمكن يكون لمركزية إدارية إلا مقاومات المالية هيدا أنا بأعتقد بنراح على طاولة بحث حسنا تفعل جامعة الكسليك مثل ما قلت لك ويتفق عليها ومنى محرمة أما موضوع التقسيم هو غير وارد الفيدرالية غير واردي جربت بأيام من القوة لأصحاب عيدة المنطق وما مش تكيف هلأ بس استاذ عباس في مشكلة اليوم في خطاب سياسي عالي النبرة البطرق الراعي شو حكي نهار الأحض عم بيكون ردة فعل عم بيكون ردة فعل بس يعني المسيحي عرض عليهم عدة مرات يعملوا وطن قومي مسيحي وقتا كانوا قدرين من أيام دولة لبنان الكبير سنة 1916 مرورا وقتا كنا بالحرب سنة حرب السنتين وحتى يعني فترة بشير جميل وما بعد بشير جميل فترة عم دعون يلي أطلق حرب التحرير كلها تجي ردود فعل إما على الوجود الفلسطيني إما اليوم على حزب الله دي مظبوط بس اليوم في ردة فعل كبيرة على اختزال موقف رئيس الجمهورية يعني اليوم بيان المطار المطار الموارني شو بيقلك بيحذر من أنه يروحوا على ترسيم سريع للحدود ومشبوه وبيقلك هيدا ما بينعمل إلا بوجود رئيس الجمهورية يعني اليوم في فريق ومعك حق أنه عم بتقول ردة فعل ردة فعل اليوم على اختزال حقوق رئيس الجمهورية بمكان ما ولن يرضو طبعا ويمكن هايك موضوع قد يؤدي إلى يعني تزايد المطالبة وقد تؤدي يمكن حتى إلى شكل من أشكال يعني الخروج عن لبنان الموحد والتقوقع في مطارح يعني نحن ما بنقبل أن نكون تحت سلطة نحن مش مشاركين فيه هلأ هيدا الخطاب قلت لك أنا حطه بإطار رد الفعل على اللي عم بصير ما فيه رئي جمهورية بس ولكن حينما اليوم تنوجه التسوي الكبيري مثل ما صرنا كنا بألفين وثماني ورحنا على الدوحة ونوجه حل وبالتالي رجع صارف في ممارسة لهذا الحل الوطني منتظم من رئيس الجمهوري لباقي المؤسسات بات هذا الخطاب بيرجع يعني بيروء وبيروح على أمور أنا أستبعد سيد داني هذا البلد لا يمكن اليوم ما في مقاومات وعناصر أنك تقلب الطاولة على النظام سيأتي هناك من يقول لك طب الطائف اليوم في الغاء في سياسي في مجلس الشيوغ في كمان سيكتين عنها لأنه الصيغة التوافقية هي أفضل بهذا البلد فبالتالي هذه العنوين اليوم الاستراتيجية الكبيرة بحاجة لإعادة النظر فيها أنا شخصيا أنا مع الدولة المدنية بكل مقيسة مع الدولة الشراكة الحقيقية والمدنية والكفوق بيوصل لأنه بعد فترة بعد عشر ستين عشرين ثلاثين سنة ما في طائفي كبيرة وطائفي صغيرة كله خاض على تبدلات حتى اليوم يتهم حزب الله إذا بتاخدوا بالبعد الطائفي معد بالبعد الطائفي ومن يمثل هو الحالي كبير خوصا بوجود النازحين وإذا فرض علينا موضوع النازحين يعني مخاطر لبنان منى بين أبنائه اليوم حول هذه المسائل مخاطر لبنان اليوم إذا ضل موضوع النازحين عندك بالبلد وأرادوا أن يفرض توطين عليك هون المشكلة اللي بيصير وهذا المشكلة اللي بيعمل لك مش بس خلاف بالموضوع الديموغرافي حتى خلاف الموضوع الاجتماعي حتى بالموضوع الأمني مثل ما عم بيسير الموضوع الاقتصادي وبالتالي أزمة لبنان بالتعاطي مع هاي الملفات الشائكة وليس بالتعاطي مع أبنائهم اليوم تخوف المسيحيين أبعد من هيك بكتير تخوف المسيحيين اليوم يذهب إلى أنه أنا عندي 352 ألف اللاجئ فلسطيني مع إغلاق الأنروا سيكون هناك ضغط على لبنان تخوف اللبنانيين ولا يزا مسيحيين فقط لا مسيحيين أكثر تخوف اللبنانيين اليوم من موضوع اللاجئين بدي أقول لك أنا نقطة كتير واضحة لهم للناس خليها تكون بالبعض الطائفة صحيح ممكن تكون هواجس اليوم داخلية بس أنا كلبناني اليوم عندي مخاوف موضوع اللجوء بكل أشكاله لأنه مش بالبعض الديموغرافي بيخوفني أنا بيخوفني بالبعض الاجتماعي بالبعض الاقتصادي بالبعض الديموغرافي بالبعض الأمني عندك 400 ألف لاجئ فلسطيني عندك مليونين ومئة ألف بعتقد هاليومين بيطلع عنا الرقم النهائي للنازحين السوريين يمكن يكونوا شي مليونين ومئتان ألف لأنه في كتير كلاسترز عم يكبروا أنت يعني صرت بمليونين وستمئة ألف نازح بسوري وفلسطيني إضافة إضافة اللبنانية عم ينظر عددهم كنا 4 مليون و 870 ألف صرنا ب4 مليون وزيد الهجرة و 550 ألف مع الهجرة يعني أنت صرت أكتر من 55% غير لبنانيين وينتمون إلى طائف محددة ومع توقف ويمكن بكرة توقف وينما نصير نذهب إلى العملية التوطين والدمج المسلم السن اللبناني اليوم منه خايف أكيد خايف لأجل هذا إذا هو خايف هيدا الخوف هو خوف عن كل اللبنانيين وأنا مع الخطاب يكون خطاب وضع أننا خايف المسيحي شو بد يكون إذا بدك نحكي الأمور المعين اليوم في مسيحي خايف وهي سن خايف يمكن أقل هذا الافتراض هذا الافتراض منهم ما كانوا كل واحد لبناني كل واحد لبناني أبدا وهني يمكن أكثر من غير نخايف كل حدا لبناني اليوم كل مواطن لبناني اليوم هو في حالة قلق لأنه صار في تغيير مش بالديمغرافيا تغيير بموازين البلد في عدد اجتماعية فيتد جديد على البلد في مخاوف أمنية اليوم عم نشوف في مخاوف كبيرة جدا اقتصادية وفي مخاوف وجودية عند الكل بفعل الوطني اللبناني وليس الطوائفية أو الطائفية أنا عندي هذا المخاوف الخوف الطائفة والمذهبة عند المسيحيين بدك تزيد يجب أن يوحدنا اليوم العنوان الوطني الخوف الوطني هو عندي أنا اللي بوحدني مع المسيح مع الدرزي والسنو الشيعة اللي بدك تحكي كثير صح من ناحية المبدئية بس من ناحية المبدئية في فريق مع وسلاح في فريق مع وسلاح في فريق مسيطر في فريق ميش مسيطر يمثل يمثل السلطة يمثل دولة العميقة بعضهم المسيحيين بمثلة الدولة العميقة بعضهم موجودين من خلا الموظف على كم شهر بلد رئيس جمهورية ونك스 لك شو قال لك شو قال جبرك مسي على التلفزيون هذه كل مرة بآخر مؤابلة قال لهم فيه وزير ما بقى في عنده مدير عام مسيحي ألا يشكل هذا هاجس لدى المسيحيين ألا يشكل هاجس عند المسيحيين أنه النسحين السوريين بلبنان إذا حسب الأرقام يلي يدلي فيها الرئيس نجيب مئاتي بقوله المسيحية منهم أكتر من 20% يعني قد نص السوريين المسيحيين بلبنان ألا يشكل هذا هاجس هذا أساساً موضوع العدد يا أستاذ داني مش مفروض هذا يشكل هاجس هذا يشكل هاجس أساساً ما فيك تنع بعض المسيحيين أستاذ ربيع هلأ بنقطتين أول نقطة عم تحكي في حضرتك أنا خليني سلم جدلاً نعم هو هاجس اليوم عند اللبنانيين وخصاً عند المسيحيين أنا مع يعني من خلال اطلاعنا بهذا لازم يتوحد اللبناني حول هاجس واحد والفرض علاجه أولاً نحن مشاكلنا اللبناني من بعضها بالسياسة بتنحل سبق وكان في خلافه بالميدان ونحل بالسلاح بالفترة الحرب الأهلية ونحل برعيات دولية اللي بدي أقول لك أما موضوع اللي نحكي فيه عن السلاح الأساس داني لما عملت تفاهم التيار الوطني الحر هو حزب الله مين كان أقرب أنا أقرب لحزب الله ولا التيار الوطني الحر أنا بالشخصي أقرب ولا إكس واي من التيار كان التيار الوطني الحر وهو كان معه سلاح بمعنى التفاهم بين اللبنانيين التفاهم بين اللبنانيين بما كان ما تفاهم مصلحة قابل وقادر ويزيل كل شي وحتى أولاد الطايف الوحدي أنا كانت بالنفس الطايف اللي ينتمي لحزب الله أنا من أقرب لحزب الله من كانت من طيار وطني الحر كانوا أقرب بالسياسة وبكل شي بكل اللي تفضلت فيه وحكيته مظبوط ولكن المشكلة الأساسية أنه نحن سنة التسعين ما صار فيه مصالحة حقيقية نحن رحنا عملنا مصالحة والبرودة فوق راسنا ووقت عملنا المصالحة جينا طبقنا غلط كأنه البرودة شرت لنا راسنا وعملنا نفس الشي بالدوحة وعملنا نفس الشي بالألفان وخمسة وعملنا نفس الشي بعدة مطارح منشان هيك ما حدا بقى صار يعني بس يصير الاتفاق لا يتم تطبيقه مظبوط وإذا تم تطبيقه مظبوط بيكون مش لمصلحتك وأنت بتكون خايف كيف عم بيطبقوا عليك لأنك أنت أصلا عملت الاتفاق تحت الضغط منشان هيك لابد من إيجاد من إيجاد تسوية صحيح تمنح المسيحيين رئيس بإرادة مجلس نواب صحيح واتطمنهم صحيح واتطمنهم تعطيهم تطمين أنا بوفي وانتك شخص يطمن مش بس حياة الرئيس يعني المشكلة الوان يا سليمان فرنجي الرئيس يا ما في رئيس يا بتتغضى هالغضاء يا ما في غضاء هلأ ركبوه سليمان فرنجي هذا الغلاف وقالوا أنه سليمان فرنجي هو يفرض سليمان فرنجي لما بيمارس مسيحيته هو أكتر من كتير قوى سياسية مسيحية مارست مسيحيته أنا أحب المشكلة سليمان فرنجي لما كان بالحرب حمل مؤسسات مسيحية وحتى مع السوريين بتغير أنا بدي أسألك أنا بدي أسألك أنا بدي أسألك مؤارنة أي شو الفرق بين مخيال الظاهر أو الفوضى أو سليمان فرنجي يبتقى تنعو أو لا أحد شو الفرق شو الفرق في فرق كبير مش نفس المنطق لا إلاك لي يا مخيال الظاهر يا الفوضى وسلم يبتقبلوا فيه يا ما في حال أحسيت أنه حصر لا 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 أنا أبدا أنا لا لا نحن نحلل بالسياسة وعن نبرر مواقف وننقل وجهة نظر الفرق كبير بين سليمان فرنجي بمثل حالة الحالة الوطنية اللي عنده يا سليمان فرنجي مع احترامي الله يرحمه شيخ مخيل ما كان عنده هالحالة كان بأيام الحارب اليوم نحن بأيام قابل للتسويات عنده تحالف مع كل الطوائف اللبنانية اليوم حتى عند المسيحيين علاقته مع بكركي اعترف فيه من ضمن الأربعة الأساسين الزعمة ببكركي مش أنا اعترفت فيه سليمان فرنجي لما بيروح مسيحيته للآخر ما حدا بيقدر يزايد عليه بهذا الموضوع بس الفرق انه سليمان فرنجي انا مثل ما بشوف ما عنده خطاب يدغغ المشاعر وهو يصيب لأنه بيحكي الحالة الوطنية انا كلبناني اي طرف اليوم بيطم مني بتمسك فيه هو او غيره بلحشوا المشكل مع التسليمان فرنجي انه يشكل رئيس تحدي للتيار الوطن الحر والقوات اللبنانية بيشكلوا الأكترين ليه بيأس لك سؤال اليوم إذا بترشح الدكتور سامير جعجع كان تيار الوطن الحر بيمشي فيه جبران بسيل ما بيقدر يقول عنه ما بيمثل عطيني واحد من أربعة اليوم الشيخ سامي الجميل الشيخ سامي الجميل ليحق له أن يكون مرشح الرئاسة الجمهورية بيقبلوا في القوات بيقبل فيه تيار الوطن الحر كمان رح يطلعوا رح كانوا رح كانوا يقولوا كمان نت معلول عسلم أنه لا يمثل تمثيله صغير بسعال إذا ترشح الدكتور سامير جعجع في حدا بالجمهورية اللبنانية والهيدة الزلم ما بيمثل نص المسيحيين ما بدي أقول تلت المسيحيين يا خي إذا ترشح جبران بسيل الوزير جبران بسيل في حدا يقول أنه ما بيمثل أقله تلت المسيحيين إذا ترشح سامي جميل وعمل اتفاق قد يكون اتفاق لأنه بين الطيار الوطن الحر والقوات اللبنانية تقع قوة حزب الكتائب عرفت كيف كلهم هوا أصنوا الأحزاب كتائب يلي شايفهم طيار وطن الحر والقوات اللبنانية نحن ننطر التسوية والكل بيرشي بالتسوية نحن عم نحلل بأبعادها وبكرة عم نحلل كيف الكر رح يقبل بأي مرش رح نتفق عليها علم أنه كل أسماء اللي ذكرناها ومنها طبعا هزيز السابق السابق أكيد محترمة وعندنا وقع الوطن وقع الوطن عم رشح إبراهيم كانعان وفريد البستاني وكذا عم نحكي بأسماء أخرى كمان أكيد نحن نتوقف عن اتراحها مع الإعلان تابع بعد أحوال منتابع بيروت اليوم مع مدير عام شركة الستاتيسيكس لبانون ربيع لهبر ومدير مركز السشراف للمعلومات عباس طهر السجال مش أقول السجال إنه إيش بيناتكن تقل عندي على الواتساب وعالدروبات و سيد ربيع في سؤال لك قبل ما نكمل الحوار هل يمكن إجراء انتخبات البلدية والاختارية الاختيارية هالسنة في 2024 روشين أنا بستبعد كتير تصير مرة الماضي ليش مصارت لأن مصلحة كونتينين تقولوا فيه بزيد الشغل وبلش الستاتيسيك أكيد مصلحتنا اثنين نعمل انتخابات بس لألك ليش مرت الماضي ما صارت عنجاد مرت الماضي كانت القوى السياسية تعالعها من انتخابات نيابية وغير مهيئة يعني من الأحزاب لا النواب مش قادرين يفوتوا بخلافات المناطق أنت أكتر واحد بتعرف البلديات ستاس داني وبتعرف شو بيصير آخر شي كلنا يبين طلب منهم يدعم لاحة ويدعم مرشا وبدوا ينحرج مع الآخرين ما كان حدا قادر لا يمول ولا ينحرج كانوا طالعين جديد من انتخابات بعضهم علاقتهم منيحة مع كل العالم بدون يحسنوا وكان في استحالة إداريا كانت جاهزة وزارة الداخلية بس كان في استحالة مالية اليوم أنا برأي قادرين يعملوها وقدرين يعملوها بالمصاري وقدرين يعملوها بالسياسة مرتاحين أكتر لأنه نفلشت له كله على الطولات وصار معروف فلان مع فلان وفلان ضد فلان وإلى آخر ولكن الوضع الأمني السائد والحرب في الجنوب أكيد تمنع حصول الانتخابات طيب عندك من منصور وبالرايح من النبطية وبالرايح كيف تعمل فيها انتخابات هذه أولا ثانيا إذا رحنا نعمل انتخابات بلدية العالم وينه بشو عم بتفكر عم بتفكر كيف بدا تهدي بهذه الحرب غزة مش كيف بدا تعمل انتخابات يعني أنا استبعد استبعاد كامل ما بنا ننسى انه تصير الانتخابات بما ننسى انه سنة 2016 بخضم الانتخابات يعني أنا برأي هذه الأهم انتخابات بلدية صارت لما حملت من أوجه سياسية وغير سياسية كان كمان ما في رئيس يعني عملت كمان بظل فرق بس الوضع المادة مش منهار كان الوضع المادة مش منهار وهلأ يلي بديوا ترشحوا على الانتخابات وضع المادة مش منهار بشري ببقى كفرة بحالة بلدي أو بعكار أو بجنوب قاعد بيروت هذا طلعوا لفوق طلعوا لفوق بدون تنكتين بنزين أول شي هادي دفعت عليه أربعة مليون ليرا إذا قدوا بس بدي إليك شغلة تارف أنه في كتير مكانات انتخابية بالبلديات ببلديات أو لنا نسبة ترشح بلش هم تشتغل بجدية صارنا من شهر عم تشتغل والحابل عجرار وفي مكانات عم تفضح خليه نحكي عن الجنوب والمفوضات اللي عم تصير بالموضوع يعني موضوع غزة ما آخر التطورات وهل في هدنة قريبة صراحة لهلأ معروف أنه مربوط وضع الجنوب اللبناني بحارب غزة أكيد فنحنا العين على غزة شو بتاخد النتائج بالمفوضات اللي ماشي هلأ مفروض بهذه الساعة نحن عم نحكي فيها مجتمع القياد الإسرائيلي تقييم رد حماس عليه هلأ إذا بتجي بتفند لنحكي بموضوع غزة قبل ما نطلع بتفند بالنقاط اللي حكيت فيها حماس بده تفاوض طويل يعني أكيد الإسرائيلي مرح يقبل فيها ولو 50% يعني بدوا يعمل نقاش جديد يعني المصري والقطري وغيرهم بد يرجعوا يفوتوا بالنقاش الإسرائيلي عنده سقفين زعجين وكتير تاني شي موضوع الأمريكان الأمريكي جاد جدا ويضغط من أجل وقف الحرب والذهاب إلى الاعتراف بدولتين يعني دولة فلسطينية تحديدا خصوصا أنه السعودي يلي كان وعد الأمريكي أن يعمل تطبيع مع الإسرائيلي حكي اليوم بشكل صريح في الساعات الماضية أنه أنا بدي دولة فلسطينية لحتى أمشي وهي دا يلي بيخلي الأمريكي أكتر يضغط على الإسرائيلي هوكشتين حسب معلوماتي هوكشتين يجع على تل أبيب ويجتمع على يعمل نقاش مع الإسرائيلي ما كان أبدا بالوارد أنه يجي على لبنان ودليع على ذلك المرة الماضية غاب أسبوع بواشنطن رجع بعدين التفاوض هو عم يصير بين تل أبيب وواشنطن لأنه موقف بيروت تتسلموا هوكشتين بالمد الأخيرة اللبنانيين كثيرا مارنين معه بالتعاطب السبعة سفر وحد نعم القرار يلتزم به لبنان شرط كما يكون فيه التزام إسرائيلي هذه نقطة أولا نقطة ثانية ضبط الأمن يحتاج مثل ما حكينا إلى موضوع عسكر وجيش و12 ألف وأموال مين بدي يمول أول محلولي بيمول المجتمع الدولي ثالثا مهام اليونيفل إذا تعدلت أنا أستبعد أن يكون فيها قبول بالتعديل الذي يريده الإسرائيلي لأجليك هذا البند ما حط نقاش يعني بلشنا بهذا المحط نقاش بالموضوع البند اليونيفل موضوع الأراضي المحتلة الإسرائيلي الأمريكي بيضغط عليه ببعض النقاط الموجودة إلا عندك موضوع مزارع شبعة وتيل الكفر شبه شمال من قرية الغجر الإسرائيلي هلأ من بيان في عنده النية يمشيها هلأ بين الضغط الأمريكي والواقع الغزاوي الإسرائيلي إذا راح على هدنة حسب اللي نحن عم نشوف ما بده يا هدنة طويلة طارحين حماس أربع شهور ونص هدنة نتنياهو أنا بقراءتي ما بيقبلها لسبب وحيد أنه هلأ هو بالحرب وعم بيحاربوا المعسكر السياسي وبدون يطيحوا فيه وبدون يحطوا رئيس حكومة محله ممكن يقبل بشهر شهر ونص على مضض بيقبل فيها بس أكتر هيده صعب يعني بعض العرقي الموجودة من ملف غزي أنه ممكن يعمل شي بس المبين لحد هلأ أنه بده يستفيد من الوقت لحتى يخلص موضوع رفح وخان يونس بدأت أخذ معه معارك كبيرة ممكن يدفش الحرب للوصول للاندخبة الرئيسية الأمريكية ممكن نحن بهذا الوقت شو جنوب لبنان جنوب لبنان صلنا أربع شهور لو بدأت تتوسع كانت تتوسعت نظريتك من أول نهار هيده نظريتي كانت من أول نهار كنت أقول لهم يا شباب أنه في قواعد ما تتغير ولكن ما في رغبة بالتوسيع الإسرائيلي ما بيحملها طيب اليوم الإسرائيلي عم بيقول لك في عندي مئة ألف مستوطن موجودين بعاد عن مستوطناتهم وعن بضغط لحتى رجعهم بقدر أعمل حرب وبعد أكتر الحرب مع حزب الله غير الحرب مع حماس لعدة اعتبارات جغرافية ديموغرافية تسليحية حصار البدكية تاريخيا حاضرا وبالتالي لا يمكن القياس اليوم على الأربعة الشهر من الأداء العسكري الموجود على الحدود لأنه أنا برأيي يمكن حزب الله ينفي أنه حزب الله ما بده الحرب يوسعها بده هل قد شراك بس مع البداء يعني بس حزب الله أعلن بـ 8 أكتوبر بـ 8 أكتوبر أنا بلشت الحرب وفتحت النار على إسرائيل دعما لغزة اليوم إسرائيل كانت تحلم أنه ما تكون بلشت الحرب مع لبنان بـ 8 تشرين الأول بتقول يا ريت ما صار في حرب كنت وفرت على حالة عسكر ووفرت على حالة تهجير مواطنيها من الشمال ووفرت على حالة أهم شي جبهة تاني اليوم الجنب الإسرائيلي لا يرغب بتوسيع الحرب بس أنا نشوف إذا كان حزب الله يعني إذا كان محور المقاومة إذا بدك أو هذا المحور هو مزروق لا يرغب الحرب وتوحيد السحات يقتضي توسيع هذه الدائرة أنا ضدها وتوسيع المعركة أنا بخلفك مرة ويمكن بدون ينازلوا الإسرائيلية لا يضغطوا عليهم بشكل أكبر ما بعرف أداش الإسرائيل إلي قادر يحمل حرب شاملة مع لبنان وقدى قادر يحمل أنه يضطر يضرب بالعمق اللبناني وهو اليوم مزروق سياسيا بغزة إذا فتح المعركة مع لبنان قدى بيكون قدى بيصير مزروق وحزب الله قدى بيقوى إذا اليوم فتح معركة أكبر أول شيء إذا فتح معركة شعبية بس أنا مفروض بلاقي في المصلحة اللبنانية اليوم انتهت حرب تموز بانتصار لحزب الله علما أنه دمر نص البلد بس انتصار بالسياسة سيد ربيا عملوا الستئن وبعد مننا رحنا عملنا سبعة أيار ورحنا على الدوحة وإلى آخره يعني تضاعفة قوة حزب الله سياسيا بعد تموز تموز كيف يم يساعد ومين يعمر بس حزب الله لو كان يريد التوسيع من الأساس كان وسع أنا برأيي حزب الله لا يرغب بتوسيع لأنه ما في مساحة واسعة لا يرغب المحور بشكل عام لا يرغب أكثر الأمريكي والإيراني فيما كان ما وعدين حالهم بتسوي ولو بعيدة المدى وبالتالي اليوم الإيراني طرف موثوق بالنسبة للأمريكي إنه ما ضل ضابط بعض الأمور لو صارت هاي الاشتباكات شفنيها بالبحر الأحمر بس بعض الأمريكي منه مزعوج منها وبعضه يرغب بالتسوي والأمريكي يصرح دائما أنه الإيراني مش مسؤول عن الهجمات صحيح لأنه في شيء مخبينه بيناتهم العماني عم يشتغل في بعضه له هلأ أكثر من هيك بإلك الواقعية الأمريكية الواقعية الأمريكية من أن نسميها يعول عليها أكثر من أي شيء بيينت برد الفعلي يعني لا السهدف القاعدة الأمريكية مواقع الأمريكية بيينتني يعني في حكاة عن تنسيق وبجنوب الإيرانية لو لو ما نضرب وراح نضرب أكثر من هيك سألتني عن الجنوب بالمعلومات كل الحديث اليوم يحكى أنه حزب الله شمال وشمال اللي طاني وليجب أن يبعد الأمريكي لم يطرح هذا الموضوع بشكل عملي مع أحد من اللبنانيين لا هوكستين ولا أي حدا حتى الوفد اللي زار ونائب رئيس مجلس نواب فيك تسأله ما حكيته بس أنا بعرف أنه لقاء اللي صار مع هوكستين من فترة بدبي ما كان عم يحكي هوكستين بموضوع الشروط اللي كان عم يحكي فيها الإسرائيلي يعني هون بدي أحكي بالمعلومات حتى عن اللبنانيين اللي تقوهم المفادين الغربيين الفرنسي الألماني كلهم جابوا تحذير من الإسرائيليين مبارح الخطاب الفرنسي نفسه وصار فيه لقاء بين مسؤول أمني فرنسي مع قيادات في حزب الله من 3-4 أيام كمان أنه الإسرائيلي إذا أنتم رح يعمل 1-2-3 ويدخلوا يوسع التجل المعركي فكان يمكن الجواب نفسه هو وزايته اللي عم يتكرر من 28 وقف حرب غزة الأمريكي وحيدا يلي منق التحذير حاول يضغط ليثبت تسوية ولكن بنفس الوقت ضغط على الإسرائيلي قاله ممنوع توسع وليل إيراني وحزب الله ما تخلوا أنا بتكر أية الأمريكي أخذ وعد غير مباشر من الطرفين ممنوع توسيع توسيع المعارك بجنوب لبنان أكتر ما هي معال بس هناك كلام أنه وقتا إجا هوكستين طرح نقطة البيفور و13 نقطة وأنه إسرائيل ما بتنتسحرف من مزارع شبعة بتبقى ألا سيادة بس بيجيبوا قوات دولية بيحطوها وقبل هذا الشي بالرفض هلأ بآخر زيارة هيدا يلي طلبوا من اللبنانيين وقبل يعني برفض كامل ورفض قاطع وقالوا له هيدا بنا نبحثه ما حزب الله يعني كانوا واضحين الشباب هلأ بآخر جولة إلو إجا على إسرائيل على أساس بده يجي على لبنان ما عد إجاب ما كان أقرر من الأساس لا هوني طلعت بالأعلام أنه رح يجي على لبنان أنا سألت أحد الذين يتواصل ما بدي يسمني هلأ المجالس بالأمانيات اللي بتواصلوا معه لهوكستين أنا أقول لي ما أنه جاي أبدا ما أنه جاي كم واحد بتواصل معه كتار اللي بدي أقول لك لا أكتار فعلا في كذا واحد باللبنان وأكتر من هيك قال أنه هو عم يحلوا الأمريكان مع تل أبيب بالمطالب اللي أعطاني لبنان وبالتالي الأمريكي في مكان ما يتفهم الواقع اللبناني يتفهم الواقع اللبناني من وجهة النظر الإسرائيلية هلأ أكيد هلأ أكيد هلأ أكيد صار بها بواشنطن هلأ وما في عنده ولا أي جواب للحكومة اللبنانية عوثين اللي عم يجوا لا يطرح الجانب الأمريكي إلا طرح واحد عطيو الترح تبع 13 نقطة حدودية ترسيمهم وإعادة وصلهم بطريقة ترسيم جديد للحدود وما عادوا حكيوا ومن وقته لهلأ عم يحكوا بالقرار 1701 وكيفية تطبيق الأرار 1701 وكيفية تعزيز 2 القوات الدولية لتصبح قوات طوارئ قادرة وعندها مبادرة وعندها حرية تنقل يعني عم يطرحوا موضوع تنقل القوات الدولية وبمطرح تاني عم يطرحوا تعزيز الجيش اللبناني يصبح 12 ألف عسكري إضافة لنقطة أساسية مبارح فاتت حركة أمل على خط المعركة بجنوب وذلك لسبب واحد ووحيد هو لبنانة المعركة إعادة لبنانة المعركة حزب ألب يصدور بيانات يقول على طريقة قدس حركة أمل كانت واضحة دفاعاً عن جنوب لبنان ولبنان كان بيبيانة بدي رأيك لا المبارح فاتت لا أنا بدي أقول أنه فاتت مابل بس فاتت جدياً أكثر لا مش موضوع أول شي في واقع اليوم بالجنوب السيد داني أنه هولي أهل القرى هني موجودين بالجنوب هني موجودين والموقف الدفاع موقف الدفاعي تبه هالمصطلح موقف الدفاعي يلي تبنته حركة أمل بخطاب الرئيس برري وبعضه وممارسات على الأرض هو موجود الدور اللي هني موجودين فيه الشباب كانوا بيبيت وقصفوه اللي عم يعملوا دور الدفاعي ثانياً دور الإسعافة والإنقاذ للناس كش أكثر رسالة وهني أكثر شي كانوا عم يتعرضوا بهذا وبالتالي ما بيقدروا يطلعوا من هذا الواقع لأنه عندهم انتزام بالجنوب عندهم انتزام بالبعد الوطني بس الإعلان عن هالشي الإعلان لأنه صار في شهداء الإعلان لأنه صار في شهداء وبالتالي نحن أنا بس لا أختم هذا الموضوع أعول كثيراً على الدور الأمريكي في تكرار ما جرى في البحر عبر هوكستين الأمريكي يسعى جدياً يتفهم الواقع اللبناني صحيح يتفهم أيضاً ولمصلحة الإسرائيل بس ولكن الواقع اللبناني بما أنه بد حل يستطيع وقتها شافوا بربا رليف قالت كلمة بخير الاجتماع We are clear We are on the side of Israel هي معروف موقفة يعني كانت تكير واضحة مش هي إدارتها يا خيال أنا معمول أمريكيان وقفين معنا وحملين رايتنا بس تفهمين الواقع اللبناني أبلغ الواقع اللبناني بصراحة We are clear We are on the side of Israel نحن إلا جيانة صحيح صحيح محامي الثامن فرنجي برد عليك عبر بنصة X أستاذ ربيع بقول التاريخ هو المعلم الأكبر وهو جزء من علم الأحصاء ورجوع إليه عند كل مفترك يعزز العمل الأحصائي ولا يضعفه مع محبتي عمل لك منشا مع محبتي إله كمان ومشان هيك أنا برجع للتاريخ وبقول أنه بدون تسوية لن يكون هناك رئيس إستاذ ليمان فرنجي مع كل احترامنا ومحبتنا الإضافية لأله بعرف أنه ما رح يوصل رئيس إلا بتسوية إما تسوية بدا تكون إقليمية بعد حدث ما أو تغيير بالنظام الداخلي ولن يغير من هذا القول إلا التاريخ قبل ما نحكي قبل ما نحكي بالموضوع المالي والموازن ما أنه مسكرة أستاذ ربيع أنت بحتى يفهم الأستاذ سألأ عمل شواء تراجع المحام يعرف أنه عم يقول هو ما أنه مسكرة قال ما رح يوصل بس وانا بوافق الرأي أنا بوافق الرأي أنه بالتسوية رح يوصل اللي بتغير كل شي تسوية تسوية إقليمية بس كمنا عم بتقول تسوية غير متوفرة اليوم اليوم غير متوفرة يعني الآتية التي قد تأتي وقد لا تأتي أبدا أصبع المقبل رئيس سعد حريري في بيروت نعم زيارة سريعة وبفل وما بيتغير شي أو زيارة تؤسس لعودة المعلومات يلي حصلت عليها من أكتار من مسؤولين طيار المستقبل وجمهور طيار المستقبل والناس اللي قاربين أنه الرئيس سعد حريري سيأتي سيستقبل رح بشارك ينزل يعني يزور دريح والده وكل شي ولكن لن يتغير شيء من المشهد لن يعود إلى الحياة السياسية وهي زيارة كل زيارات التي سبقت في الأعوام التي قبل قبل بسنة بالألفين واثنين وعشرين وألفين يعني كل الزيارات اللي قام فيها الرئيس سعد حريري ستكون هذه الزيارة مشابهة لأنه الظرف الذي هو موجود فيه الرئيس سعد الحريري ووجوده في دولة الإمارات العربية لم يتغير لا زال هو هو ولن يعود الرئيس الحريري إلى الحياة السياسية حتى إشعار آخر إنما رجل آمال بهاء الحريري لا يزال يعمل على الساحة وعم بحضر لمزيد من العمل ويعني يبلش عم يرجع وهو موقف عم يتصل بالناس وعم يحكي مع الناس وعم يحكي مع الإيادات السياسية وعلى تواصل مع الجميع خاصة مع أول موضوع الرئيس سعد الحريري أحد أحد أصدقائي لتأمن فترة أول شي هو مثل ما قالوا بالشكل في تغيير كان عامل سبور أكتر حليق الزقن والشعر ضعفان وضعفان وكل اهتماماته حليق الزقن والشعر نعم قالوا لي اللي شافوا من فترة إنه شعر ودقنه يعني حلقون وهيكي زغران بالعمر وبس أكثر رشاقة يعني بالحياة اهتماماته بس الموضوع الصحي والرياضة وهيكي ممكن ما كان بديو حكي السياسي بهذا اللقاء مع أنه أحد اللي شافون يعني بيشتغل بالمساحة الإعلامية أنا اللي بعرف أنه رئيس سعد الحريري مثل ما قال أستاذ ربيع جاي فقط لنهايد المشاركي لا غير تحتها العنوان ولكن سيوجر لقاءة سياسية مع القوى السياسية وسيتحدث في السياسية ورحكون دور إيجابي حس على موضوع انتخاب رئيس الجمهورية والعناوين الوطنية حاضرة ستكون بخطابه هذا الموضوع بما معناه أنه أنا فسره أنه للمدى البعيد أنا ما طلعت نهائيا الآن مجمد مجمد هلأ بتقول لي احتياط حدا أقول له احتياط لا أنا بقول له هلأ مجمد لأنه في اعتبارات عنده عرب تغير ظروف لحكي عنها شغلة تانية الموضوع الجمهورية اللي عم يحجدون لطيار المستقبل أكيد هي مهمة جدا وهي ليفتي ما كانت لألك لي لأنه في رسالة لتداخله للخارج أنه طيار رئيس سعد الحريري موجود وبقوة وقد بالنسبة لألون تساهم في من يعني لا يشجع الرئيس الحريري على العودة وتساهم أنه لأ أنه يشجعه ويدفعه إلى العودة ويساعده أكتر من هيك هلأ بالنسبة لموقف الثاني ضمن العائلة أنا ما بتدخل دائما بالحديث العائلة يعني بين رئيس الحريري أو خيو بس أنا أعتبر من خلال ملاحظتي أنه الشيخ بهاء الحريري ما عنده نفس طويل بالسياسة ولا بالإعلام واللي بيعرفوا بيقولوا أكيد في فرق شاسع بينه وبين رئيس سعد الحريري رئيس سعد الحريري علمته التجربة الماضي كيف تعمل مع الواقع اللبناني وبالسياسة صار محنك وبكل المقييس الوطنية أخشى أن أقول أنه ما بتن يعني هذه العنوية تنطبق على على شقيقه ما رح حكي أكتر أنا ما بحب دخل بأمور عائلية ولكن فيني أنا حكيت فيني بس فيني أنا أكد لك أنه لا يزال تيار المستقبل والرئيس سعد الحريري الأكثر شعبية باي فار بالمشهد السني كل استطلال الرأي العام منعمله من بدك رئيس وزراء بيطلع الرئيس سعد الحريري الأول ولا يزال يحصى بشعبية كتير قوي وإذا رجعوا وقرروا يعملوا انتخابات ويخضوها أكيد بيكون عندهم كتلة كتير وزنة موضوع الموازنة وقرت موازنة في بعض نواب لا عارفوا لا عشو صوتوا لا عشو صوتوا نطر صيغة نهائية يعرفوا شو طلع بهالموازنة ما هذا اللي صار خصوصا بآخر جلسة قبل إقرار الموازنة ويبدوا رح تنتج أزمات وكمان خلينا نكون صريحين في مواقف شعبوية رح تفوتنا بالحال صحيح يمكن الطعن طبعا في مواقف شعبوية في مثل عملوا قرار طلعوا أنون طبع على شركات النفط عشرة بالمية إضافية على أرباحهم أول شي كانت على الشيفر كانوا على أرباحهم أول شي صارت على المبيع صارت على المبيع مثل حالتين يعني بالحالتين كارسية وهيدا موقف شعبوية كان كتير بس أنه هلأ كيف المخرج وتطبيقه يعني كمان وتطبيقه يعني أنت بس بداي تصور أنه أنا صاحب شركة بجي بعمل تبعي بعمل بجت بصرف على أساس البجت يلي طلع معي على أساس أرباحي وقصارتها آخر شي بعد ثلاث سنين بيحطولي مفعول رجعي تعد فاع زيادة ما بعرف أداء أكتر من يلي أنا مطلعون طب كيف هيدا المنطق أي شركة بعض بيحيلها بالثقة العمل بلبنان بعدين الاقتراع جوا ما كان في نياش حتى المناقشات مش بعالاقتراع المناقشات كلمة السادة النواب خي يطلعوا يحكوا بغزة يحكوا عن مواقفهم بالسياسة يحكوا في نياش بالموازنة نحن نزلين هن نزلين حتى ما أقول نحن نزلين عم بيناقشوا الموازنة يلي بيناقش موازن ما بيناقش ببدون الموازنة ما بيناقش بأرقام الموازنة لازم يرجعوا يعني يعملوا طريقة أنه يلزموا النواب أي كلام خارج إطار بحث بنود الموازنة أو وفي حالتين يقفنا المباشر بس يقفنا المباشر بطل يحكوا بطل يحكوا كل واحد نزل عمل حملته تحت ما حدا نناقش بالموازنة مظبوط يلي حكيوا بالمناقش قلال كانوا كتير قلال حكي رئيس لجنة المال والموازنة المعنى الأول بهذه الموازنة وبتصحيحها لأنه كانت كورسية جاية من الوزرات تمهبا ودب بيرجع عندك النائب نعمة فرام النائب ميشيل ظاهر كلمات قليلة كلمات قليلة جدا كلمات قليلة جدا ما بيزوز هذا الشغل بعدين آخر شي صوت وما عرف عشو صوت هذا لما سير في حالة شعبوية عند بعض النواب خصوصا أنه في شيء جديد طالع ونفكر أنه هذا الحالة يفقد فيها الحكمة بالتعاطي في حكمة لأنه للأسف بس نشوف بعض النواب وأنا بدي أحكيها بشكل صريح فقدنا الأوزان الحقيقي السياسي والتشريعي بصلا الأوزان التشريعية اللي كانت موجودة وتشرع صح يعني لما كنت أنت بزمن نقوله فتوش وبطرس حارب وغيره بيشتبار وغيره هلأ فيه كم واحد المجلس بس مشكة اللي بعض اللي فاتوا جدا على المجلس السنة ومقرد تطلع سليم سعادة سليم سعادة الشمال ويمين تطلع كلمة ستلماضة بعضهم اللي هلأ بحطوها حكي نعم حكي بالموازنة بشكل وصف كاريكاتوري وصف كاريكاتوري بس وصف الواقع موضوع موضوع شركات النفط اليوم في عنا مشكلة نحن جيين فيها على البلد هلأ أقر القانون وبالتالي تبين أنه 10% بدوا يحطوهم غرامات للشباب مش على الأرباح وعلما أنه حسب ما أنا حاولت أفهم ليه رايحين الجماعة على إضراب ضريبة أنا حاولت أفهم أنه ليه رايحين منه المواطن وليس مستفيد منه الشركات كانوا يقبضوا باللبنان ويحاملوها يحولوها مصرف لبنان ومصرف لبنان كان يحولون دولار فمعنى أن أرباحهم واحد بالمية هاشي ها مش أرباحهم هلأ ما أعرف النائب اللي طرحوا المش والكل فيها تحت عنوان أنه ما يجيب مليار دولار الخزينة وما أعرفوا تداعيات أنه صعبة وبالتالي عندنا مشكلة تقرر أنه بجيبها الآن طلعوا قانون الأماكن غير السكنية تعرف ليش وقف القانون لأنه أول شي كان بيسكر 25 ألف مؤسسة بغض النظر عنها نص المخارف طبع قوى الأمن الداخلي والدرك بطيرهم ببطلوا قدرين يجددون يعني كيف بيعملوا هاك قانون مين يخترع هالقانون وحطوا ومش عملوا دار لتجارة وقت الصديق تعميم مين وخمسين دولار ولا مرح تاخد مين وخمسين دولار شام لك لأنه شاملني لأنه لا حولت مصاري ولا حول ولا إجاني مصاري حتى تولي اشتغلت بصيرفة ولكن هاته التعميم شو هو يتيح لك المواطن ما استفاد من شي وعنده مصاري بالدولار ما بعد 17.20 يقدر يستفيد ولو بجزء ضئيل بغض النظر عن هال مين وخمسين دولار بس ليش بدون اللي حول وهي صايرة فشو مكان شغلي شرعي مين عمل حلا في كتير ناس استفادوا والتحويل مش شرعي بس هني قالوا لك قالوا ببند رفع السرية المصرفية عن لحسابات لالي لأنهم بدي درسوا كيس باي كيس بدي يجو يدرسوا لك حال تقويت مين وخمسين دولار ما هاي القدرة اهم شي انه بلشنا من مطرح بلشنا نرد مصاري للناس من مطرح بتعرف انه في كتير ناس بحاجة للمية وخمسين دولار رئيس مقاطي بدافو سأل خلاص راجع على الوديا ترشو عمال الرئيس مقاطي على شكلة 18 بالمية شكاة اللولار بعد جمعها رأيت لأنه هاي دي ترجيع الأموال حيش نكذب على العالم صعب كتير بس على الأقل بالجهدي اللي طلعوا مصرف لبنان وبهيدا التعميم نحنا بلشنا من مطرح انه نرد مصاري للعالم هلأ كيف بيبرم الدولاب وكيف من رد مصاري للعالم أكتر حتى فيه كلام حاول الأكيد أنه الوديا وثمانة وخمسين حاكم أصف ابناء بالإنابة ونوابه وعن بيشتغلوا بما تواصل لبنان فايلز يوم يحطين خبر مهم على المية وثمانة وخمسين قد يتعدل وقد تصبح العطاءات أكثر يعني بد 300 دولار يمكن تصير 450 يمكن تصير 600 يمكن تصير 1000 ساعتها من بلشنا في مية للتعديل أنا اليوم قريبت الموقع عن اللبنان فايلز بقرأ بشوف الهبر معلوماتي أنه آي كان في جو أنه ليه لأنه أنا سألت أنه هذا التعميم 166 هو مقدمة والبعض للأسف هون بدي أولى يعني نحن من خلال اطلعنا كصحفين وكبحثين لنشوف تفاصيل كله خلفية كل أرار هذا التعميم يا شباب اللي عم يبني من الخبراء الاقتصاديين أنه أبدي ونهائي هذا خطأ هذا التعميم مؤقت والبعض بيقول أنا عندي 50 ألف دولار يعني بدي ما بعرف كم سنة مين قال لك أنت رح تضل تقبض 150 دولار هذا ممكن أن تقوى الضو بالنسبة اليوم لما أقرر الحاكم بالإنابة أنه أنتوا يا شباب رحين تعملوا كابيتل كونترول بمجلس النواب والحكومة هلأ رح تقدموا نهار الخميس فبالتالي هيدا ريثمة لحتى يجي الكابيتل كونترول وينحط قطار الإدعات على السكة هل 150 دولار بطيها لعائلات عائلات يا أستاذ داني في عائلات بحاجة نعم هذه قد معاش موظف وقد معاش العسكري في سلة غزائية بتجيبها 150 دولار وفي دواء بتجيبه 150 دولار هذه مرنة معمولة يمكن مش لقلي معمولة للناس البحاجة اللي عندهم 5,000 و 10,000 و 15 دولار لأجل هيك حطوا عليها شروط يلي معه كتير مصارية ما رح يستفيد لأنه هي هدفة اجتماعي لها الطبق المنسي من الناس دولار مصري فيه أنا ناطرين هلأ نشوف الحكومة شو بدأت قر نهار الخميس قراري بكين 129 عبر وزارة المال أو غيره حاولنا نحن نشوف معلومات شو رح يصير جمعية المصارف اجتمعت مع الرئيس نجيب مئاتي كان الاجتماع السي ولي أنهم بدون يضل 15,000 عندهم وجهة نظر بتقول أنا ما بتبنى بس بتقول إذا نحن رحنا حطناها 25,000 و 30,000 وعملنا ضخ باللبناني رح الدولار يتغير الاستقرار النقدي وبالتالي ما بياخدوا الناس من هون بيطير من هون يعني هون يا أساس داني كمان الشعبوية مش مطلوبة اليوم في سياسي حكيمي بدنا نقول عند نائب حاكم عند الحاكم بالإنابة وسيم منصوري أولا أنه وقف المس بالإدعاة تانيها عندنا بحدود المليار دولار بستة شهر صار بالخزينة هيدا أحتيار لما فالثة استقرار نقدي مثل ما قال أستاذ ربيع أنا مرة تبعته وعم يحكي ممكن بناء على معلومات أنه فعلا هذا استقرار نقدي مكمل إذا نحنا يعلم أنه كان أكثر المتشائمين بالسابق لا هو هو واقع ممكن عندي فوركاست أنه رايحين على دولار وفي المنصور الخليجة طبعا لا اليوم يلي عم بيصير ووقف تمويل الدولة أساسي بتاعت شو هيدا القرار هذا قرار يعني بده جرأة ببلد مثل لبنان ببلد بيتعين في حكم البنك المركز من السياسيين نسكر لهم للسياسيين كب التليفون طبعه معه غير واحد الظاهر وما عاد مول الدولة وهيدا كان المدماك الأساسي وصار فيه شغل جانبي على عدة في نقطة أيضا فيه اليوم أحد الصحفيين اللي بيحترمون كاتب اليوم بصحيفي إنه مبارح إنه فيه تقشف كارثي على الناس إنه لا أنا اللي بعرفه معلوماتي وببحث وبدور على إنه اليوم كل الشركات والمتعهدين والوزارات عم تقبط ضمن ميزانياتها وبالتالي ولا مرة بهالمرات بالأرقام كان فيه أبض قد هلأ بس ولكن الفارق إنه هلأ الأبض مش من الإدعاة من وزارات والميزاني والميزانيات المخصصة لعلق الكهرباء والشركات والأموال بتخصصها الدولة وبالتالي في اليوم بس أنا كلمة أخيرة عن المئة وستة وستين عن المئة وخمسين دولار أهم شي إنه يجري تمويله نص من المصارف ونص من مصرف لبنان النص يلي من المصرف عم يجي بالليرة على مصرف لبنان وينصرف يعني ما قونتهم بالدولار مش رح تنهزوا هذا اللي بيخلي لك الدولار سيب نعم أنا عندي كتير أسئلة ومدخلات كانت عبر الواتساب بعتزر وكان في موضيعين أحصائية حيبب بطرحل معك السيد ربيع بس لدي الوقت حلقتين لأسل مكان آخر والمخرج هلقني لأنه مشاهديننا لأنه ينتهي حوارنا بلقاكوا بحلقة جديدة الجمعة إلى لكم